وصت رقب عراقي بوضع الولايات المتحدة فصائل ميليشيوية أخرى مرتبطة بإيران على لائحة الإرهاب خلال الفترة المقبلة بعد ميليشي نجباء بزعامة أكرم الكعبي يتخوف البعض من تصعيد جديد بين واشنطو وطهران عبر أدواتها في العراق ميليشي نجباء المصنفة من بين أقوى خمس ميليشيات باتت رسميا منظمة إرهابية وهو ما يدق ناقوس الخطر لميليشيات أخرى مثل كتائب حزب الله وميليشي العصائب وجند الإمام وغيرها من الميليشيات التي صنعت إيران لها وجودا رسميا في العراق مسؤولون في بغداد اعتبروا الخطوة الأمريكية ذات الدلالات السياسية كون ميليشي النجباء أو غيرها كما يدعون لا تمتلك أي أرصدة ولا أنشطة تجارية في الولايات المتحدة أو لدى حلفاء واشنطن بالمنطقة ويقتصر وجود تلك الميليشيات العسكري والسياسي وحتى التجاري على كل من العراق وسوريا وإيران ما يعني أن الخطوة بمثابة إحراج جديد لحكومة عادل عبد المهدي التي صادقت قبل أسابع على الموازنة العامة التي تضمنت بندا مستقلا عبر تخصص 800 مليون دولار لدفع رواتب ونفقات ميليشيات الحجد البالغ عددها 69 فصيلا ومنها النجباء التي يقدر عدد عناصرها بنحو 12 ألف مقاتل من بينهم نحو ألفين يقاتلون في سوريا إلى جانب ميليشيات أخرى مع قوة النظام مسؤول حكومي قال إن القرار الأمريكي أرجع جهود عبد المهدي في تهديئة الساحة إلى المربع الأول وجعل ملف الوجود الأمريكي في العراق على أشدها فالكتل القريبة من إيران وأجنحة الحجد السياسية سترد عليه بتقديم قانون إخراج القوات الأجنبية بعدما نجح عبد المهدي في إقناع بعض الكتل بتأجيل طرحه مؤقتا لاعتبارات متعلقة بعمل حكومتها سيناريوهات متعددة لتداعية القرار الأمريكي ليس من بينها المواجهة المسلحة وهو ما سيضع عبد المهدي مجددا بموقف المتفرج على السجال الأمريكي الإيراني وقد يدفع بعض السياسيين إلى القفز من مركب الولاء أو الدعم العلني لتلك الفصائل ظاهريا في الأقل خلال الفترة المقبلة